استعرضها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أبرز جهود الدولة في دعم وحماية أبنائها من ذو الهمم وأوضح المركز أنه تم تأسيس صندوق عطاء وهو أول صندوق استثمار خيري يستهدف استثمار الأموال ليوجه عائدها لنعاية ودعم مؤسسات ذو الهمم كما أكد أنه تمت إضافة مادة جديدة للقانون الخاص بحقوق الأشخاص ذو الهمم لمعاقبة المتنمر على ذو الهمم بالحبس والغرامة مشينا لأنه تم تدشين البرنامج القومي لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعوضية لتوفير أطراف صناعية وأجهزة تعوضية بجوزة عالية وأسعار موحدة وكذلك إطلاق منصة الشبكة القومية لخدمات الأشخاص الذو الهمم للتطوير والوصول إلى فرص وظيفية أفضل